أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير وأحد نجوم مع عصر ذهبي كبير جدا وطويل جدا داخل نادي الأهلي نجم كبير كابتن خالد دلالله أزاك كابتن خالد كابتن إسلام أزاك الحمد لله كله تمام ننور بيك أنا سعيد أني أنا موجود معك أنا سعيد أني حضرتكم معايا وشرح فينا ربنا خليك كابتن ربنا خليك خليني خليني أبدأ مع حضرتك بكلمة الكابتن محمود الخطيب مبارع الحقيقة في أرض الملعب مع اللاعبين أعتقد أن الكلمة دي زي ما احنا تكلمنا في البداية أنها قد تكون لها تأثير كبير على القادم يا كابتن خالد طبعا مبارع كابتن محمود الخطيب طبعا عايز أقدم له كل التحية والشكر والتقدير لأن لما يكون رئيس مجلس صدارة النادي الأهل والقب بالنسبة للعيبة ينزل الملعب بعد انتهاء المباراة ويتكلم معهم بهذا الإسلوب بيحاول أنه يحميهم من أي كلام حيتقال من أي كلام في السوشيال ميديا عايز ياخدهم في حضنه وعايز يحسسهم يدينهم كم كبير جدا من الثقة وحسسهم بإمكانياتهم العالية قال لهم أنتوا أحسن لعيبة مش في مصر بس في أفريقيا ودي حقيقة فرقة النادي الأهلي من الفرقة القوية جدا ومن أحسن الفرقة على مستوى القارة الإفريقية التوقيت بتاع الكلام والرسائل اللي ادها الكابتن محمول الخطيب للعيبة ولكل الناس إن كم البطولات هذا الجيل المحترم اللي قدر إن هو ياخدها خلال الموسم اللي فات زي ما أنت تخلمت في بداية الحالة بطولين أفريقيا سوبر أفريقي كاس مصر تالت برونزيت كاس العالم أنديت العالم فدي إنجازات كبيرة جدا 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 لما يحصل إخفاق بسيط في الطولة الحمد لله إحنا معدين الاربعين أنا مش عايف اتنين واربعين تاتة واربعين اتنين واربعين اتنين واربعين بطول الدوري عام لما يحصل إن في مرة وده وارد في كورة القدم إن تبعد عننا لأسباب كتيرة جدا ممكن ما تكونش متعلقة بينا ممكن تكون أسباب أنا بقول عليها مؤسرات خارجية أيه هي المؤسرات الخارجية ضغط الماتشات الرهيب اللي هو ما حصلش في أي دولة في العالم ما شفناش في دولة في العالم كم المباريات وضغط المباريات اللي تعرض لها اللعيبة هذا في موسمين متلاحقين مع بعض ممرة اتنين الحكام بعض الأخطاء أثرت علينا بالسلب في بعض المباريات وكنت بقى سامعك ونت بتتكلم على الفار وناس بتقول إحنا كسبنا وما كانش فيه فار للأسف الشديد يا كابتن خلق اللي تلاغت في وجود الفار دي والبطولات اللي إحنا واخدنا وكان فيه فار بس ده كلام وللأسف يا كابتن الناس الحقيقة بتقول معلومات خاطئة خاطئة فعلا طبعا يعني الكلام ده مش صحيح وفيه ناس ممكن تصدقها تسمع لكن الحمد لله جمهور ندلقالي زي ما حداك عارف طبعا وزي ما حداك دايما بتقول دايما إن جمهور ندلقالي واعي وعارف كم من المغلطات اللي بتحصل خلال هذه الفارة بالزبط فيعني كابتن خطيب مبارح بصراحة الكلمة بتاعته أنا وأنا بسمعه وهو بيتكلم أثرت فيها جدا وبرضو نفتكر هذا الكلام وهذه الأعدة الأعدة دي بإذن الله حتكون السبب بلعبتنا وفرقتنا واجهزنا الفني والإداري بإذن الله دايما في حصد البطولات اللي جاية بإذن الله تعالى فيه بطولات كتير جاية زي ما كان الخطيب قال إحنا دخلين على سوبر كمان شو سوبر أفريقي ده رايحين كاس العالم للأندية كل الإنجازات يعني الإخفاق اللي حصل دوا أو سوق البخت اللي حصل لنا لأن إحنا البطولة ديا برضو إحنا خسرناها يمكن في تلات ماتشات دايما عدم توفيق قلت شوية تركيز مننا ودي برضو أنا رجح أن ممكن اللعيبة حسوا أنهم عجلهم حالة من التشبع من كم البطولات لا هو دايما دايما بنقول لكابتن أنه كان هناك إجهد زهني كبير جدا جدا وبدني وبدني طبعا وزهني ولكن طبعا ده لا يمنع أن هناك بعض الأخطاء الفنية الواضحة للجميع يعني يمكن من المرات القليلة جدا اللي بيخش فينا أهداف كتير هذا الموسيق الدوري هي قلم التركيز يعني هو دايما لعيب الكورة لما بيبقى مجهد ذهنيا تركيزه بيقل وده كان واضح في الأهداف اللي كان بيتيجي فينا بالذات من كورات سبت مزبور فالكلام بتاع الكاب الخطيب حيبقى أحد الدوافع وأحد النقاط المهمة جدا اللي بإذن الله هتدفع الفرقة إن إحنا بإذن الله نحصد البطولات اللي جاية بإذن الله تعالى